الحمد لله وكفى وصلاوات ربي وسلامه على عباده الذين اصطفى وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الجزاء يوم الوفاء أحبة الكرام مع حلقة المباركة الميمونة سنحاول في هذه الحلقة أن نتحدث عن ليلة القدر وفضلها وسبب تسميتها وما يستحب فيها من الطاعات قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر والله عز وجل لعظم هذه الليلة ومكانتها أحبة الكرام خبأها حتى يجتهد المؤمن في تحصيل الأجر المكنون فيها فهي هذه الليلة ففي فضلها أن الله تعالى خصها بنزول القرآن الكريم قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال أيضا سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وفي هذه الليلة فيها الخير كله بقيامها وفعل الطاعة فيها فيه كما قال سيدنا محمد أي رمضان ليلة خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم إذا الحباب ذي المحروم الحقيقي هو الذي يحرم أجر هذه الليلة التي تعادل عبادة 83 سنة الحباب ذينا لذلك هذه الليلة لها مكانة عزمة فلابد دواء وأن نحافظ على هذه المكانة وأن نسعى في خيريتها كذلك من فضل ليلة القدر أحبة الكرام وأنها سميت بها سورة من سور القرآن وهي سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وكذلك هي ليلة السلام هي ليلة السلام قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر فيها السلام فيها الأمن فيها الأمان ولذلك من علامتها أن يحس المؤمن في تلك الليلة بالراحة والسكينة والطمأنينة هي ليلة الغفران قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أحباب دينا لعام كامل نحن نعسين لعام كامل نحن أغلبية نمو كيصلش الفجر في الوقت دينا هذه فرصة أننا نشاهده في هذه الليالي الويترية لأن ليلة القدر جات في هذه الليالي الويترية كنت بدأ من 21 حتى 29 حتى نلال إن شاء الله هذا الخير العظيم إن شاء الله هي ليلة الخير قال الله عز وجل ليلة القدر خير خير أي الخيرية من ألف شهر وسبب تسميتها كما يقول سيادة العلماء أن الله تعالى قدر فيها ما يشاء من مقادر السنة أي كل ما يتعلق بالسنة أي العام يعني الله تعالى قدر في هذه الليلة كما قال الله عز وجل في أيها أخرى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا أي فيها تقسم الأرزاق وتقدر المقادير والسبب الثاني في تسميتك وكما يقول العلماء هو تعظيم قدر الله لهذه الليلة وعلو شأنها وشرفها بين الليالي سبحان الله مدللة شوف يجد في رمضان ولكن الله تعالى خصها بخصائص تفوق الخيرية الموجودة في رمضان رمضان شهر الغفران شهر الرحمات شهر العتقي من النيران بلا شك ويستحب في هذه الليلة أحبة الكرام أولا الاغتسان إنسان وخي يكون لله بشأن مثلا الحمام أو لله اغتسل أو لله عام ما فقط أنه فضل إلى هذه الليلة الوطرية أنه إنسان يغتسل ويستقبل الله تعالى بهذه النية نية الطهارة والإقبال على الله عز وجل حتى يكون عمله إن شاء الله مباركا كذلك يستحب في هذه الليلة الدعاء والذكر الإنسان يكتل من الدعاء وقد سألت أمنا عائشة النبي عليه الصلاة والسلام إن وافقت هذه الليلة الليلة القدر شنقل في رسول الله فقال لها قولي يا عائشة اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفون تحب العفو فاعفو عنا أنا كررت أحفاف دينا بش كنا إن شاء الله لحفظوها الدعاء هذا وكنا إن شاء الله ردوه في هذه الأيام وخاصة في ليلة الويترية الله جزيزكم بخير كذلك الذكر كما قلنا يعني ذكر الله تعالى استغفر الله العديم وقتب إليه سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم لا إله إلى الله وحده ولا شريك له له المنكر والحمد وحمده وكوشين قدير اللهم اصلي على سيدنا محمد وعلى ألي محمد يعني أن الصلاة على سيدنا محمد هي من أعلى مراتب كما قلنا في حلقات سابقة من أعلى مراتب الذكر وآخر هذه المستحبات وليس آخرها والاستعداد لإحيائها أن الإنسان في هذه الليلة هذه يستعد يعني الحمد لله المغاربة معروفين في هذه الأيام مباركة وخاصة ليلة سيد 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 عشرين كتقى المغاربة مثلا كذلك البخور كبس الوليدات اللباس التقليدي يعني كتقى البيت الحمد لله في ذكر الله تعالى في القرآن في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجتمعه ونحن الآن في الضرفة لجائحة كورونا لحباب دينا نصلي مع أبنائنا وأهلنا في البيت الحمد لله والله عز وجل يعني قد علم يعني نياتنا وعلم أعمالنا السابقة بأننا كنا نقومون للقدر في المساجد فكونوا على يقين بأننا إن شاء الله جميعا سنأخذ ذاك الفضل لأننا كنا في الماضي وفي السابق نصلي في المساجد أسأل العلي القادر أحبتي الكرام في ختيام هذه الحلقة أن يجعلني وإياكم ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم يا ربي تقبلها منا يا رب العالمين اللهم سلمنا إلى ليلة القدر وسلم ليلة القدر إلينا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعفو عنا اللهم يا ربي اجعلنا من عتقائك من النار في هذه العشر الأواخر وفي هذه الليلة المباركة يا رب العالمين اللهم إنك قد أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا كريم فاعفو عنا اللهم اعفو عنا اللهم اعفو عنا اللهم تجاوز عنا اللهم ارحمنا بالمرحوم فينا اللهم ارحمنا وارحم والدينا كما اربونا صغارا اللهم انزل السماء عليهم مذراق واسكنهم في جنات وانهارا مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين وشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير اللهم اصل على سيدنا المحمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملائلة لا إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرصنين والحمد لله رب العالمين